شايف ميكالي يامد؟ قولي أو لا الجامد دي كلمة قليلة كلمة قليلة طبعا قولي ليه أقولك ليه أولاً أنت فيه اثنين مدربين أنا دايماً بشوف إن إحنا محظوظين إن هم جواً مدربة في مصر واحد منهم كارلوس كيروش وعلى مستوى المنتخب الأولمبي وبشكل عام كاسي في ميكالي مدرب كويس جداً مدرب محترم بصك كريم يعني ممكن الناس ما تبقاش عارفة أنا وإنت دايماً منتكلم في الكورة ومنوعنا نتكلم كتير في الفنيات أنا وإنت يعني حتى أنا دايلي بيزيز يعني كل يوم المدرب اللي صاحي اللي فيه تفاصيل ما بتفوتوش دي مهمة جداً إزاي؟ النهاردة فيه مدرب بيشوف الدفو أو العيب اللي عنده مع المنتخب وأنا أخذ بالك أكتر وقت لما المنتخب نادي بيبقى كذبان تطلع الحاجات السلبية الصغيرة اللي كانت موجودة النهاردة تعمل لها هاي لايت عشان بعد كده يعني أنا بحب جداً أتكلم في مش هقول سلبيات الحاجات اللي كان فيها شوية الله ينور عليك عشان تروح لمرحلة الكمال أنا ممكن أخش معاك يلا في الفنيات على طول سريعاً كده يلا ياريت مكان لي النهاردة قبل ما نعرض الصور عمل حاجة مهمة جداً بالنسبالي هو كان قاعد صحي يعني ايه قاعد صحي أنا من أول الشوت الأوليني وإحنا قاعدين والراجل قاعد بيتفرج شوفنا إن فيه دفو أو عيب عند الحتة بتاع كريم الدباس صح مسؤول عنها كريم الدباس ومسؤول عنها إبراهيم عادل في الرضة إن منتخب أسبانيا كان بيعمل حاجتين وعلى فكرة اتنقلت الشوت تاني هاشرحها زي إن كان بيعمل خلينا نشرحها بالصور دي أول واحدة خالص وبحاين نيني إني أنا في رأيي منع اللي هي بيسمى ما قبلها الهدف منع لكرة دي هنا دايمًا كان المنظر إنك بتشوف ثلاثة منتخب الأسباني بيعملوا أوفرلود يا شاب ناحية اليمين ويشتغلوا على كريم الدباس عندنا مشكلتين في الظاهرين إن بيسيب القلب ما ينفعش تعمل كده وتروح على الخط عشان تقفل العرضية قبل ما الكرة تتلعب فمجرد إن تتلعب في الهاف باس بتبقى مشكلة خليل لوحة السورة اللي بعد كده لعبة في الهاوز مجددا جوها الثمانطاشر لعبت في الظهر مالذي الفاضل دي الكرة دي قررت كتير قررت كتير الميزة بقى إن كان على طول أن تتمكنت تعمل عملية الترانزيشن كويس جدا طيب كانت في كرة تانية في نص الملعب هي دي المشكلتين اللي كانوا عندك النهاردة الأزهرة ونص الملعب بص هنا التمركز بتاع نص الملعب كانت في ديئة سبعة عشر يا كريمي ويا شهاب هنا منتخب المصري حاول أنه يضغط بعدد زيادة على المنتخب الأسباني دي كرة اللي جات في العرض يا كريم اتلعبت في ظهر المنتخب الأسباني الرد بتاعتنا طبعا التحاول السريعة التحاول المنتخب الأسباني وكرة دي خلصت بالكرة اللي في العرضة حتى حاول يوقفها أحمد نبيل كوكا وعلى فكرة عمل مباراة عظيمة في مركز الزهير الأيسر وخلصت بالكرة العرضية هنا المشاكل الرجل شايفها عملت إيه على قد ما قدرت وقفت كريم الدبيس رجعت إبراهيم عادل خلت أحمد نبيل كوكا يمين لحية الشمال يقفل الحتة دي لغاية لما شوف لها حل بين الشوتين الشوت تاني الوضع تغير مشكلة إن راح تتنقلت لك عرف أنت الوضع تغير بس الشوت التاني لما حطيت كوكا كمان رفو عليك بس في مثل بيقول لك إيه إحنا في مشكلتين نهارده كان عام انتخب المصر حتة في الحتة الهجوبية الحتة الدفاعية المشكلتين دول مكالي بيحاول يعالج فيهم عارف الحتة بتاعت المصر حيب تاعت سيميل غانم جيت عدلت الجاكت البنطلوندر هي نفس الفكرة ناحية اللي يبص أقف بس هنا ما ترحش للسرار بعد كده أحمد عيد عمل إيه يا كريم أنا رايح على الهاف هقف الهاف لا فاربعة ما انت تماملش كده الهاف هو اللي يرجع والله ينطلق عليك رحل هيجي لك واحد من نص ملعب بص نيني عمل إيه نيني راح برضو هو اللي راح يأسر برافو عليك لكن الطبيقة يا كريم إن الباك رايت هتفضل في الحتة دي جنب السردباك انت كأنك سردباك تالت في الكرة الغاية لمتغنى روح بعد كده على الصورة اللي بعد كده انت نحي وهجي لك الغاية لما نقفل بها للجول نيني هنا قفل والحمد لله خلينا نمشي الصور بقى بعد كده فانت عندك مشكلة يا كريم ناحية الأظهرة كوكا قفلها لك ضبا مفتاح وبنزول صابر كمان قفل معاه الحتة دي بشكل كويس وابراهيم عادة اللي عارف يرجع خلينا نمشي يا شباب الصورة بعد إذنكم ده لا هنا نقف دي الحتة الدفاعية اللي أنا كلمتك عليها ولو نستعرض برضو هدف أسبانيا كان عندنا نفس المشكلة هشرحها لك كريم بس بما إن احنا جينا هنا بص يا كريم عندك مشكلتين مش هينفع أن احنا يجلنا المباراة القادمة وهي ايه فكرة القرار وأنا رايح بعمل عملية الترانزيشن إحنا منتخب مع المنتخبات اللي هيبقى عندها استحواز انت هتلعب على الترانزيشن فالفرص اللي هجيلك مش تديرها تحولات الهجومية الهجمات المرتدة الهجمات المرتدة فما ينفعش إن أنا رايح هنا أربعة على ثلاثة انت هنا وضعية أربعة على ثلاثة وزياج كمال رايح لغاية قلب الراجل وقعد يستنى زيزه ولا الدزيزه ولا لعب لبلال مظهر وكان القرار زي ما انت شايف هو زياج كمال هو اللي وقع فانت عندك والكرة اللي بعد كده اللي هي بتاعت أحمد أقول لك حاجة على موضوع القرار دوت زيزه لما خد الكرة في الهدف الأولاني وعدة الكرة كانت على شماله لو خد الكرار وشد بشماله كان ممكن تجدها بنسبة عرف اللي هو قالها في الانترفيو اللي بعد المباراة قال لك كنت هشوط على شمالي لقيت إبراهيم عادل جاي عفضلية 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 طبع إبراهيم عادل حاجة يعني من عظيم أنا ليس سأسأل سؤال لإبراهيم عادل وهنتكلم عنه يا انت قاعد في مصر يا ابني بتاعمل ايه انا مش قاعد بمزاجه ايه انت لازم 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 هو يخرج يا كريم العين كبير بص الكرة اللي بعد كده القرار انت رايح هنا ده مفراد احمد عاطف قطة رايح مفراد طيب بالعرض لزيزه جول عندك مشكلة في القرار لازم الرجل يشتغل عليها بنا عظيم